بخصوص البيساء هذا مطلب مجتمعي والحكومة درسته دراسة دقيقة جدا ليس لأنه كان رغبة في أنه نبقى محافظين عليه ولكن كان هناك تخوفات من الوضعية الوبائية الوطنية لقدر الله لا توقعش انتكاسا فالحمد الله ليس هناك أي مشكل في مسألة البسائغ البسائغ كان هو الآلية يعني الإجبارية من أجل الولوج إلى الطراب الوطني جد تخفيف من بعض القرار دي الفتح الحدود البحرية والبرية الآن كل ما في الأمر هو أنه تم تحييل البروتوكول الصحي مع البروتوكول الصحي المطبق على مستوى الموانئ وعلى مستوى الحدود البرية بمعنى أنه الآن يكفي المواطن اللي عنده يعني الجواز الصحي من أنه يولج الطراب الوطني بكل سهولة وفي البروتوكول الصحي دي الوزارة الصحة تم توضيح هذه المواطن بشكل دقيق جدا بمعنى شنو كان عنيه بالجرعة الثانية وشنو كان عنيه بالجرعة الأولى احتبعد اللقاحات التي تعتبر علميا بأنها تقوم مقام الجرعة الأولى والثانية تم توضيح هذه الأمور وبالنسبة للأطفال لأقل من 12 سنة فهم معفونا من هذه المسألة المسألة